إزايكو أنا نادينة عبدالغفار مؤسسة أرد جيبت وكولتروفيتر أهلا بيكو في البودكاست كولتروفيتر كونورساشنز اللي حنتكلم فيه عن عالم الفن والتصميم والثقافة مش هارفة إزاي البداية البداية من نشأتي في اسكندرية بصراحة والدتي فرانسوية مصرية وأفتكر إن النشأة فرقت كتير يعني والدتي كانت بتحب قوي الثقافة فكانت دايما بتحكي لي قصص عن أي حاجة حصلت في التاريخ كان الناس اللي حواليهم برضو ناس مهتمين بالثقافة كلهم سكندريين طبعاً زي دكتور محمد عوض مهندس في اسكندرية وهب حياته كلها لحد النهاردة إنه يحاول يحافظ على التراث السكندري العمارة في اسكندرية البيوت الأديمة دكتور حسام رشوان طبعاً آيكونات من الآيكونات في الفن أول واحد عمل كاتالوج مسبب للفنان الراحل محمود سعيد كذلك للفنان عبدالهادي الجزار وشغال على كتاب مهم قوي للناقد إيمي أزار فالناس دي كلها وهبة حياتها لإن هما يعملوا حاجة أكبر من نفسهم يعني يعملوا حاجة تفضل بعد كده طبعاً العالم الفرنسي جون إيفان بخار عمل اكتشافات كتير قوي في اسكندرية وأنا طفلة كنت بروح الاكتشافات دي وأشوف الحفير كانت بالنسبة لي حاجة ملهمة جداً 2016 لما نقلت القاهرة لقيت إن كله رايح للمتحف جديد يعني إن احنا نعمل متاحف جديدة وأنا بالنسبة لي المتحف المصري في التحرير ده مهمة قوي ده متحف افتتح في 1902 مفيش زيه في العالم بصراحة يعني وأنا بشوف الحاجة بطريقة أخرى يعني أنا والدتي كانت دايماً بيجي لها أجانب بننزل أحنا نعمل كعيلة حاجات كنت بشوف إن ناس حوالينا ما بيعملوهاش يعني نروح دميات رشيد دايماً نعمل رحلات فيها حاجة لها دعوة بالتراث والثقافة وكانوا بيعزموا الأجانب بيجوا ينبهروا بالحاجات اللي موجودة في مصر بعد كده لما لقيت إن المتحف المصري ما كناش مهتمين بي قوي فحسيت طب ما نعمل حاجة في هذا المتحف طبعاً وقتها بصراحة دكتور خالد العناني كان وزير الأصار شخص مصقف جداً رحت له قولت له حك ممكن أعمل معرض فن معاصر أظهر فيه الرابط ما بين الأديم والجديد في مصر الفنان المصري المعاصر إزاي هو متأثر بالفن المصري الأديم طبعاً هي كانت فكرة عجيبة شوية والفن المعاصر مش موجود قوي في تناول يعني الناس كلها وساعتها فكرت إنه هو يبقى فيه شراكة ما بين المجتمع المدني والحكومة عشان طبعاً ما ينفعش العيب كله يبقى على الحكومة فساعتها أول معرض كان في المتحف المصري كان اسمه الدوق الخالد كان أول مرة أعمل حاجة زي كده وكنت الوحدي والموضوع كان عجيب وناس كتير قوي كانت مستعجبة طب هي مين؟ طب إيه اللي هي بتعمله ده؟ طب معناها إيه؟ طب أنت جالري؟ يا بنتي؟ لا طب أنت مش عارفة إيه؟ لا أنتوا ليه عايزين تحطوني في قالب؟ طب أنت مصرية؟ طب أنت فرنسوية؟ هو ليه برضو لازم أبقى في قالب؟ كل واحد له فكرة معينة أو حاجة معينة مش لازم القدام يبقى مرتاح عشان أنا في قالب معين مفهوم فطبعا عشان حاجة زي كده تتفهم تخلي ناس أكتر يخشوا ويفهموا ويخشوا ويكملوا المشوار ده ده كان أصعب حاجة ومازال أصعب حاجة لأن كل سنة في ناس جديدة بتحاول تفهم اللي احنا بنعمله المجتمع المدني ما كانش متعود أنه يخش يساهم في فعليات ثقافية ده أول مشوار أنه المجتمع المدني أو الشركات تبدأ تفهم أنه ده مهم الفعليات الثقافية لها أهمية وثقل زيها زي أي فعالية تاني من خلال ده طبعا قدرنا نساهم في حاجات كتير يعني مثلا الإضاءة بيسموها البركة في المتحف المصري ده كانت من شركة مهمة قوي بتاعت إضاءة عملت متحف تورينو في إيطاليا ومن خلال ده بدأت أكتشف قد إيه أحنا أغنية في حاجات كتير قوي طبعا اشتغلنا مع المتحف وكل الناس اللي في المتحف من عاملين النظافة للمهندسين حتى لما المهندسين راحوا عملوا ترينينج في الشركة دي بقوا الشركة منبهرين منهم طبعا النظافة من أهم الحاجات يعني لما الأجنبي يخش يلاقي الفترينا نظيفة مش أدري أقولك قد إيه كانوا سعدة إن الحاجة نظيفة ومتنورة وعملنا معرض جي فيه ناس من العالم كله أنا بصراحة حتى يومها ما كنتش مصدقني ده ممكن ينجح من أول يوم وينجح بالطريقة دي لأنه أنا كنت الوحدي برضه وقتها كان فيه مثلا تلاتة لوجوز في 2017 وكان برضه لسه مصر الناس خايفة أصل كان فيه الثورة وده في وسط البلد والتحرير وكده فده دي كانت رسالة للعالم كله إن مصر آمنة فيها ناس مهمة قوي فيها فنانين مهمين قوي وفيه تلاتة أربعة منهم فنانين كمان معروفين دوليا يعني مصريين بس عايشين في الخارج وعزمنا ناس كتير منهم إيزابالة جاني الممثلة الفرنسية فإن الناس دي كلها موجودة في التحرير بالليل والإعلام موجود بيغطي حاجة إيجابية مش سلبية في مصر دي كانت بصراحة حاجة قدتني دفع بقى إنه خلاص لأ ده ممكن ينجح وممكن نكبره سنة اللي بعدها بدأنا نكبر شوية وكان المعرض في قصر الأمير محمد علي توفيق ومن خلال البحث عن قصة الأمير محمد علي توفيق اكتشفت حاجات كتير قوي لأنه إحنا معارضنا غير نمطية إحنا المعرض منصق بمعنى إنه فيه تيمة للمعرض يعني أنا مش بروح للفنانة أقول له هات ده على الحيطة وهحطه هنا وخلاص لا هو الفنان بيشارك معنا إنه هو بينتج عمل فني مستوحى من المكان ومن الستيتمنت اللي إحنا بنكتبه طبعا الأمير ده كان بالنسبة لي فيه كذا حاجة مهمة أول حاجة هو البيت أو قصر محمد علي اللي موجود فيه كذا مبنى كل مبنى كان هو بيحمي حاجة يعني واحدة منهم كان حاجة في سوريا فهو أخدها وحطها واحدة منها كانت ورثه في تركيا فاللي هي القاعة الزهبية هو الأمير كان عنده مواهب متعددة منها نهوة كان بيقتاني أشياء كتير جدا بيقتاني أعمال فنية مهمة كان عامل متحف خاص جوه الأصر كان بيفتح أبوابه في أيام العطلات الرسمية يعني ويجيب أوركسترا ويخلي الناس كلها اللي حواليه يجوا يسمعوا ويفتح أبوابه للناس يعني أي حد حواليه يجي يسمع ساعتها تولدت فكرة طب ما إحنا لازم نعمل حاجة مجتمعية برضو هو صحيح إحنا الأعمال الفنية موجودة كل معارضنا بالمجان يعني أنت ما بتدفعيش تذكرة للمعرض أنت بتدفعي تذكرة الهرم أو المانيال بس بتخش تتفرجع المعرض ببلاش فوقتها قلنا طب إحنا جايبين ناس مهمة قوي من العالم فييجوا يدوا محاضرات مجانا للشباب اللي عايز يستفيد فبدأنا العمل المجتمعي والسنة اللي بعدها قررنا أن احنا نخش شارع المعز فالقاهرة التاريخية دي كانت العاصمة ده كمان سعب لأنه شارع وشارع في ناس كتير وسكنة فيه بقالوا ألف سنة الناس عيشة فيه لازم نيجي نتفاعل مع الناس اللي حوالينا ولقيت أن فيه شباب كتير جدا عندهم طاقة رهيبة فقلنا طب ما نعمل حاجة اسمعها أمناء التراث نشوف الشباب والشابات اللي موجودين نبدأ نعمل ورش عمل مع اليونسكو ونبدأ نشرح إيه تاريخ المكان ده وقد إيه المكان ده مهم بالنسبة لنا كمصريين وقصته إيه وأحنا كأولاد المنطقة نخلي بالنا بقى على الحاجة اللي اتعاملت على الأماكن اللي اتنظفت على الإضاءة اللي اتحطت فبقى الشباب دول هم اللي بيشرحوا للوزراء للأجانب الأعمال الفنية والأماكن التاريخية أول ثلاث مرات لأرض جيب كانت الفكرة بس أن احنا نشتغل مع فنانين مصريين نحنا نظهر الرابط ما بيننا احنا كفنان معاصر وما بين التراث بتاعنا ونظهر كذا حقبة زمنية طبعا المتحف المصري يعني الحضارة المصرية الأديمة شارع المعز ده كان فيه كذا حاجة ما بين عثماني ومملوكي والفنانين طبعا كانت أعمال مركبة هي برضو حاجة غير نمطية ما هو احنا بنتفرج على أعمال فنية اللي هي لوحة نحت بس أعمال مركبة ما كانتش لسه زهرة قوي في أماكن مفتوحة ومتاحة لأي حد ان هو يروح يتفرج عليها وقتها ظهرت فكرة ان احنا نبدأ نشتغل مع مصانع ومع ورش ان الفنان وهو بيعمل العمل المركب بتاعه مثلا عايز حديد أو خشب نودي مصنع حديد نودي مصنع خشب فده دخل كمان حاجة جديدة في الفن ما هو الناس فكرة الفن آه دي حاجة مش عارفة إيه لا الفن بسببه نقدر نجيب سيحة ثقافية نقدر نجيب ديور العالمية نقدر ندخل مصانع يشتغلوا ففي حاجات كتير قوي يعني هو لها اقتصاد برضو طبعا في عشرين عشرين رحت قلت طيب ممكن اخد الهرم عشان في فنانين كتير جدا من العالم عايزين يشاركوا معنا دي الحضارة الفرعونية المصري القديم أثر في فنانين العالم كله بيكاسو عنده مقولات بتتكلم على ده جاكو ميتسي ما فيش فنان ما تأثرش بالحضارة بتاعي طب ايه المكان اللي كل الناس عرفاه الهرم وقتها ده كان من الصعوبات لأنه طبعا فيه أساريين قالوا طب ليه طب ازاي يعني ايه عمال مركبة يعني ايه حاجة في الهرم فده كان أول صعوبة ازاي ان احنا نقدر نقنع الناس كلها ان دي فكرة كويسة قوي هيبقى فيه حوار ما بين الحضارة بتاعتنا وما بين الفنان المعاصر الثلاث معارض اللي اتعملوا سنة عن سنة بقى بيجي لها ناس أكتر من برة بقى بيجي تخطيئة عالمية أكتر طبعا ده قده شوية حافز انه يتقال اوكي خلاص فعلا هو حوار ما فيش منافسة ما بين الهرم واي حاجة ما حدش يقدر ينافس الهرم يعني ده خلى أرض جيب تتقلب في حتة تانية خالص من حاجة كانت معمولة في مصر او الدول اللي حوالينا او المنطقة العربية للعالم كله للعالمين ده حصل في سنة ازاي؟ كل الفنانين دول طبعا في الاول كنت مش عارفة قولهم ايه لانه الموضوع برضو مش الطبيعي يعني احنا معرض منصق هم هيعملوا أعمال فنية مركبة كبيرة جدا تكلفتها عالية جدا كنادين او حتى كدولة ما عندناش الامكانية دي ان احنا يبقى عندنا ملايين من الدولارات نديها للفنانين يعملوا بيها أعمال من العالم كله وده اللي بيحصل على فكرة في بلاد كتير قوي فلازم افكر في طريقة في الآخر الفنانين اقتنعوا بفكرتنا وبقوا هم شركاء معانا في الفكرة دي فعلا شركاءنا في النجاح اول حد لازم اشكره هو الفنانين سواء الفنانين المصريين اللي فهموا اللي احنا بنعمله واتبسطوا من اللي احنا بنعمله وشجعونا سنة عن سنة او الفنانين الاجانب اللي قالوا اوكي احنا هنعمل حاجة مختلفة عن اي حاجة فان المعاصر مش برضو معروف زي السينما مثلا فازاي يجلنا اكتر من نص مليون زائر في شهر يعني ما كناش مصدقين كم الإقبال من الناس كلها لان احنا قلنا هو الفن للجميع احنا نزلنا في حتة مفتوحة للجميع المدارس الكليات اي حد كان بيروح يتفرج على الاعمال دي ياخد صور فالموضوع برضو حصل viral trend كده انه كله كان بيحط وبيعمل sharing والموضوع بقى viral في العالم كله بقينا حتى ساعات بخبط في ناس مثلا في امريكا اه انتو اللي عاملين يعني بقت حاجة معروفة عالميا فده اللي كنت بقوله في الاول لما حد بيعمل حاجة فيها ناس كتير فيها شق شغل مجتمعي الموضوع بيفرد صحيح ما بيبقاش سهل ماليا لانه ما هو الواحد يعني لازم يعمل بس ده حاجة احنا بنؤمن بيها فمش هنبطلها يعني احنا ممكن نقفل الحاجة ونقول اصلا زيارة المعرض بتذكرة طب ما انا عملت ايه ما انا فكريتسي ان احنا ننزل بالفن للشارع واي حد لو الحق يتفرج على ده الثقافة والفن بجد للناس كلها كان سهل ان احنا ناخد نقول طب يلا نقفل ونعمل تذاكر وكده بس مش ده الهدف يعني طبعا احنا من 2019 عندنا شراكة مع اليوناسكو فسنة بعد سنة الموضوع بيتطور والهرم كان دليل كبير على ان احنا صوتنا ممكن يوصل للعالم كله وده اللي حصل من خلال معرض فن معاصر ناس كتير قوي فاكرينها حاجة مهمشة بس في الحقيقة الحاجة دي فرقت في السياحة الثقافية الناس بتيجي مخصوص للمعرض بتدفع تذاكر بتحجز فنادق في مصر بتعمل نايل كروز وقتها في نفس الوقت الاعلام في العالم كله بيكلم عليه فبيحصل تخطية اعلامية رهيبة بنخبط في ارتكل في كوريا والهند وده غير طبعا امريكا وفرنسا وايطاليا كل ده حاجات بتعود على البلد وعلى حاجات كتير قوي زائد المصانع دلوقتي فنانين كتير قوي من الاجانب دول بقوا بيصنعوا مع المصانع المصري عشان معارض لهم برا مصر طبعا الموضوع مش سهل خالص ان دي حاجة غريبة حاجة ما كانتش مفهومة فريق عمل مش كبير قوي وانا بشكرهم لان من غيرهم ما كناش قدرنا نعمل ده ان هما يبقوا مقتنعين بالفكر ده مش اي حد يقتنع بالفكر ده هي الشركة فيها شق مجتمعي وشركة في نفس الوقت فازاي نبقى الاتنين ده مش سهل فهي بجد شراكة مع فريق العمل شراكة مع الفنانين اللي بيشتغلوا معنا كل اللي امنوا ان دي فعليها ثقافية مهمة الشركات الخاصة الوزارات طبعا مقتنين الفن اللي وقفوا جنبنا ده كان حاجة مهمة قوي لانه هو العالم كله تمع على انه الموضوع ده يمشي لانه هو مش سهل هو طبعا فيه عبء كبير قوي على المزارف حاجات كتير قوي فاحنا مش زي دول تانية مثلا الاماكن زي لما يبقى فيه فعالية ثقافية بيقدروا يعملوا المكان مثلا بدون اي اتعاب او بدون دم مش موجود مش متاح عندنا طبعا الشغل اللي بيحصل وراء اللي الناس بتشوفه انه هو حاجة سهلة وآه حلوة طبما يا جماعة ده كأنك بتبني اتناشر مبنى يعني اتناشر عمل فني كل واحد فيهم بالخمسة متر والتلاتتاشر متر وده مكان أسري فاحنا لازم نحمي الارض قبل ما نعمل اي حاجة بنحط زي حامي كده وفوقي الرملة وفوقي العمل الفن ده احنا بنجيب مولادات كهرباء كابلات إضاءة كل حاجة 150 عامل بس فكرة ان انا شوف الاجانب دول الفنانين بيشتغلوا مع العمال المصريين والاتنين مش بيفهموا بعض وبيتكلموا بالإشارة وبيتسحبوا على بعض الاجانب وهم شايفين اشتغلوا وبيعملوا كل ده من حاجة مش سهلة كمية المرات ان الباب يتقفل في وشنا فنقول آه ده خلاص لا ما لازم الواحد ما يقولش لا خلاص لازم نتكعنا نفسنا ونكمل المشوار مش سهل بس لازم نكمله وتبعا في الآخر لما النتيجة بتبان بنبقى كلنا مبسوطين ان احنا محدش فينا نخف النص يعني اللي بيحصل لنا مش طبيعي يعني ان احنا نسحة كده نلاقي فنان عازب لنا فرال ويليمز وفرال ييجي ديور يعملوا معنا كولابريشن مع الشنطة ديور عملنا حاجة مع فنانة تابعنا وده كان اول بدايتنا مع شركة ديور وعشان كده قدرنا نعمل كمان الفاشن شو بتاع ديور في الهرم احنا اللي اشتغلنا عليه احنا اللي جبناهم يعني ماصر كل الابواب دي يعني فيه ابواب بتتقفل بس ابواب تانية ما كناش متخلين انها ممكن تتفتح بس ده وراه خمس ساعات نوم في اليوم وراه ان ممكن ما يبقاش فيه حاجة سماها ويكند ويوم جمعة وريح المشوار مش سهل المشوار طويل لحد عايز يعمل فرق ده مش سهل مش سهل لانه برضو عشان دي حاجة مختلفة فبيبقى فيه نقد كتير جدا بيبقى فيه نقد بناء ونقد مش بناء ممكن حد تاني ما يستحملش ويكمل وفي نفس الوقت اللي حلو في ده انه قدى تشجيع لناس كتير قوي يقولوا طب ما هم عرفوا يعملوا ده ما هم عرفوا يشتغلوا في شارع المعايز طب ما احنا نقدر نعمل فبقى فيه حاجات كتير قوي اتولدت في مصر مهمة جدا زي حاجات في الديزاين زي فاشن زي حاجات كتير قوي اتولدت من خلال دول عمله كان فيه مصابرة وقدر الموضوع ده يطلع بنتجة كويسة الحاجة طبعا انا بعتز بيها قوي وما اننا النهاردة في وسط البلد انا جدتي كانت سكنة في وسط البلد لازق في سينما ميامي انا جدتي ما كانتش بتكلمة عربي خالص يعني هي الله يرحمها توفت بتكلمش كلمة عربي بس كانت بتموت في مصر كانت ست شهور في فرنسا وست شهور في مصر ست شهور اللي في مصر في وسط البلد فالعمارة كلها كان يونانين طالينة جاء فترة الناس كلها مشت من من وسط البلد والاسماعيلية عملوه ان هم يرجعوا الناس دي كلها او يرجعوا ان وسط البلد تتشاف بعنين كويسة وانه ده مكان حلوى قوي ما فيش زي وبرضو كتير ده برضو نجاح ومصابرة والمعرض اللي هو قريب قوي مني وبحبه قوي المعرض اللي بنعملها في وسط البلد لانه بجد اي حد بيخش يتفرج على المعرض اعمال الفنية عندنا فيديو ارت عندنا فوتوغرافية عندنا نحت عندنا حاجات كتير جدا ففي سنة من السنين كان عندنا عمل فني عمل زي سينما فكنت بنزل ألاقي الولاد بيلعبوا كرة في الشارع وبعدين يخشوا يعودوا يتفرجوا كأنه كارتوني يعني فبالنسبة لهم كان زي سينما فده اكتر حاجة بتبسطني ان المجتمع كله بيشارك ومرة برضو كنت بشتري حاجة في وسط البلد وكان معايا حد أجنبي من البيجو ارد جيب لقيت ست بعيالها كده دخلالي فهو قال لي اه يمكن فكريكي حد في التليفزيون او حاجة فجت قالت لي حضرتك المعرض الجاي امتى فقلت لها قريب يوم كذا حكبت جيلنا قالت لي اه أنا والولاد بنيجي كل معرض فراجل قال لي وانسي دفع لهم وليه عشان ييجوا يقولوا كده بس فعلا هي المكان في وسط البلد سينما راديو مفتوحة اي حد يقدر يخش يتفرج على الاعمال الفنية بيبع عندنا اكتر من 80 فنان مصري عارض في المعرض ده والاجانب طبعا لما بيجوا برضو بيتفرجوا على الاعمال ده الانتشار ده ده مهم برنامج اللي انا فخورة بي جدا هو الارت جايدز ده البرنامج اللي احنا مكملينه من 2019 مع الشباب من الكليات مع اليونسكو طبعا وده بصراحة حاجة احنا بنفتخر بيها يعني مفيش حاجة كويسة سهلة المصابرة 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 ان الواحد يبقى مؤمن بفكرته ومؤمن ان فيه حاجة اكبر مننا ربنا للناس اللي بتؤمن بربنا ان فيه فعلا دايما حاجة اكبر مننا شايفة اللي احنا بنعمله اي حد بيعمل مجهود قوي مش حيزيع مفيش حاجة بتتعامل في يوم وليلة مفيش حاجة نجحة بتبقى سريعة هل حد حيقدر يحط عشرين سنة شغل قبل ما بدأ ارض جيبت يعني مثلا ممكن بخمستاشر سنة كنت بشتغل ارت ادفايزر مع كولكترس كتير من العالم كله فده مش حاجة اتعاملت في يوم وليلة سنين من الشغل ومن التعب وليلة حاجة تخلص يعني اللي بيحاول ياخد كده مش حيوصل قوي يعني ده في وجهة نظرك دايما لما الواحد يشتغل مع فريق عمل مؤمن باللي هو بيعمله مع شركة مؤمنين باللي هما بيعملو الشراكة دي اهم حاجة شكرا للمشاهدة